اشتركوا في القناة وصل اصلاح الاراضي واللواء اركان حرب اهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للكوات المسلحة واللواء رئيس هائة الشؤون المالية للكوات المسلحة احمد اشازلي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع تناول متابعة الجهود التنموية المشتركة بين قطاعي الري والزراعة والجهات المعنية الاخرى لعدد من المشروعات على مستوى الجمهورية خلينا نروح نشوف تفاصيل اكتر لهذا الاجتماع مشاهدين ونرجع نكمل مع حضرتكم اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي واللواء اركان حرب ايهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء احمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع تناول متابعة الجهود التنموية المشتركة بين قطاعي الري والزراعة والجهات المعنية الاخرى لعدد من المشروعات اعلى مستوى الجمهورية وقد اطلع السيد الرئيس على جهود انشاء البنية الاساسية لتلك المشروعات القومية خاصة تنمية واحد سيوة بالصحراء الغربية حيث وجه السيد الرئيس بان تتم عملية تنمية واحد سيوة في اطار جذري شامل يحافظ على طابعها التراثي المميز ويطور ما بها من بحيرات وابار وعيون طبيعية للمياه لزيادة انتاج ما تشتهر به من محاصيل زراعية على نحو يعزز من القيمة الاقتصادية والاستثمارية المضافة للواحة وكذلك كمقصد سياحي فريد كما تم استعراض الخطوات التنفيذية لانشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعية لتوفير مصادر مياه الرئي لمناطق الاراضي الزراعية بوسط وغرب الدلتا وكذلك المخطط العام لمشروع حماية وتطوير شواطئ شمال الدلتا خاصة بمحافظة بورسعيد حيث وجه السيد الرئيس بتوفير الموارد المالية للمشروع والاسراع في استكمال كافة الدراسات الانشائية وفق اعلى المعايير البيئية والهندسية واضاف المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس تابع كذلك خلال هذا الاجتماع مستجدات بعض مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مستوى الجمهورية وبالعاصمة الادارية الجديدة والخطوات التنفيذية ذات الصلة خاصة الحي الدبلوماسي بالعاصمة والمخطط ان يضم مقار السفارات الاجنبية والمنظمات الدولية المعتمدة بالقاهرة وقد وجه السيد الرئيس بان يشمل الحي كافة الخدمات المختلفة والانشطة الاجتماعية المتنوعة لقاطمي والمترددين عليه وفق اعلى مستوى وبالتكامل مع احياء العاصمة الادارية الاخرى مرحبا حضرتكم مرة تانية مشاهدينا بمشاركة وزراء التخطيط والتنمية المحلية والتضامن والشباب صندوق تحية مصر يفتتح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكملة بمحافظة سوهاك التفاصيل اكتر احنا معينا عبر الهاتف الأستاذ محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحية مصر صباح الخير يا أستاذ محمد صباح الخير يا فندا اهلا بحضرتك معينا اهلا بحضرتك يعني بداية نحب ناخد فكرة من حضرتك عن مشروعات خطة التنمية المتكملة وما تم في المرحلة الاولى اه الحقيقة لمشروعات الخاصة بمركز تعطى بمحافظة سوهاك احنا عارفين يمكن محافظة سوهاك يبدأ تضمن العدد الأكبر من المحافظات من الكرة الأكثر فاكرا على مستوى الجمهورية من هنا كان لها نصيب مهم الحقيقة من مشروعات صندوق تحية مصر احنا يمكن وقعنا برتكول تعاون في يونيو 2019 عشان نقوم بتنفيذ عمليات للتنمية بتتضمن تطوير مدارس ومركز شباب وحادات صحية وحادات بيطارية بالإضافة لتطوير مهارات المعلمين في التلات كرة بالإضافة لتوفير برامج لتنكين المرأة المعينة من خلال كرود متناهية السكر المرحلة الأولى تم افتتاحها في مارس الماضي الحياة تضمنت مركز شباب وحادة بيطارية بالإضافة لمدرستين بعد كده المرحلة التانية تضمنت ست مدارس بالإضافة لتلات مركز شباب ووحدتين صحية تمام نروح للمشروعات اللي تم افتتاحها بالمرحلة التانية بمحافظة سهاج بالضبط زي ما قلت الحدثيك هما ست مدارس في منهم مدرستين في عرب بخواج قرية عرب بخواج بالإضافة لمدرستين في قرية السواين بالإضافة لمدرستين في قرية الشخزين الدين كمان ثلاث مركز شباب بوقع مركز شباب في كل قرية عشان كده كان معنا السادسي وزير الشباب ورياضة أقام بالافتتاح مركز الشباب وهنا الحقيقة احنا مش بنطور مركز شباب تقليدي احنا بنطور مركز متكامل لتنمية مهارات الشباب سواء بقاعات الكمبيوتر الموجودة فيها أو بالأخصائيين الموجودين بالإضافة لملاعب الحقيقة عالية الجودة علشان نقدر أن احنا نرفع من مستوى معيشة الأهالي الموجودين سواء صحيا أو اجتماعيا أو حتى في مجال الشباب ورياضة طيب أستاذ محمد تم تنظيم مبادرة نور حياة وده كان خلال افتتاحات سهاج هل حضرتك ممكن تطلعنا على مستجدات المبادرة الرئاسية؟ احنا بدأ بحارسين جدا أن احنا نطبق كل المبادرات الخاصة بالسندوق في أي مكان بننزل ونتواجد فيه بمعنى أن احنا لو شغانين في مجال التنمية العمرانية وبيتم بناء بونة تحتية أو مدارس أو غيره بدأ بحارسين جدا أن احنا نطبق بقية المبادرات احنا نفذنا مبادرة نور حياة وتم تكشف على عدد من كبار السن الموجودين اللي محتاجين كشف رمض المبادرة الحياة كانت توقفت مع بداية تفاشي فيروس كرونة في مارس الماضي الحمد لله احنا يمكن استقنفناها بداية الشهر الحالي في 8 محافظات احنا مستهدفين أن احنا نوفر العلاج والندارات من خلال الوحدات المتنقلة داخل كل قافلة الحالة اللي بيتم اكتشاف احتياجها لعملية موانية وبيضة بيتم تحولها لأعرض مستشفى عسكري ووجودة في المحافظة اللي احنا شغانين فيها وكل ما يقدم من خلال المبادرة هو بيقدم بشكل مجاني لأن صندوق رصد مليار جنيه تبقى لتكليف السيد الرئيس لتنفيذ المبادرة يعني حدرك ذكرت أن المبادرة موجودة في 3 محافظات ممكن حدرك تقول لنا ايه هم المحافظات؟ احنا بالفعل يمكن قبل انتشار كورونا كنا وصلنا لتعطاشر محافظة ده ما هيك عرفة احنا اتدنا في 2019 فبراير 2019 كنا وصلنا لتعطاشر محافظة من الفيوم لغاية أسوان بالإضافة لكفر الشيخ والبحيرة والغربية والمنوفية والاليوبية والسويس والسبعالية وبورس عيد بالإضافة كمان لمطروح والبحر الأحمر احنا حاليا شغالين في المنوفية والشرقية بالإضافة لبني السويف بواقع قافلة في كل منطقة أيام الخميس والكمعة عشان ما نحملش على المستشفيات طوال أيام الأسبوع احنا العمليات بتاعتنا بتشتغل خميس وكمعة في المستشفيات العسكرية الموجودة في كل المحوظ انا بشكر حضرتك جدا على هذا المجهود الرائع بشكر حضرتك جدا أساس محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحية مصر بشكرك شكرا جزيلا نروح لتقرير معانا خاص بنفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددا من الشائعات التي انتشرت في الأيام الماضية خلينا نروح نشوفها مع حضراتكم ونرجع نكمل أخبارنا شائعة وحقائق ننشر الحقيقة من المصدر الشائعة تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بزعم اتخاذ حركة التجارة مسارا بريا بديلا الحقيقة هيئة قناة السويس توضح أن حركة الملاحة بالقناة تسير وفق المعدلات الطبيعية حيث ارتفع عدد السفن العابرة للقناة إلى 4474 سفينة بحمولة تصل إلى 280 مليون و300 ألف طن خلال الربع الثالث من 2020 رغم تدعيات الاقتصادية لأزمة كورونا وتشير إلى أن النقل البحري عبر القناة يعد الأقل تكلفة من أي وسيلة نقل برية أخرى كما ستظر القناة المسار الأقصر والأكثر أمنا للرط بين الشرق والغرب الشائعة رفو الحكومة سن المعاش للعملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 65 عاما خلال العام المالي الحالي الحقيقة وزارة تضامن الاجتماعي توضح أن السن القانوني للخروج على المعاش هو 60 عاما وفقا بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة على أن يتم توحيد سن المعاش ليصبح 65 عاما اعتبارا من يوريو عام 2040 للعملين بالجهاز الإداري للدولة والعملين بالخارج وذلك بهدف المساواة بأصحاب الأعمال والعمال غير المنطظمة وتوحيد المزايا التأمينية للجميع الموضوعات المختنفة وتحذر من الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف طلل طلاب وأولياء الأمور وإفساد العمليات التعليمية برحب حضرتكم وراءة تانية مشاهدينا أعلنت وزارة الزراعة وصلاح الأراضي عن أكثر من مئة خدمة ستدخل ضمن أبليكيشن الزراعة لخدمة القطاع الزراعي وبناء منظومة تخدم حياة الفلاح تفاصيل أكتر إحنا معينا عبر الهاتف دكتور محمد الكرش معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة صباح الخير يا دكتور صباح الخير يا فندي أهلا بحضرتك يا دكتور معينا يعني بداية خليه أسأل حضرتك عن أهم هذه الخدمات التي ستدخل ضمن أبليكيشن الزراعة الأول اسمي حالش كل حضرتك على هذه المدخلة وطبعاً إحنا عندنا زر تصدرات تتحول بشكل رقمي ورائحين بطريق التحول الرقمي لتقديم خدمات أكبر للمواطن تسهيل حياة الفلاح لأن إحنا نساعد يبقى في تواصل أكثر مع المواطنين كل هذه الجهودة إحنا بنهدف إليها من خلال تطوير مليومة البنية المعلماتية للوزارة وتطوير المنظومات التكنولوجية إحنا تعالياً بدأنا في بعض الخطوات الخاصة بتطوير منظومة التحول الرقمي وإحنا نتشأنا كرت الفلاح الإثباتي أصبح كرت مصفوعات من خلاله يقدر يشهل على الفلاح سداد كافة المستحقات الحكومة أو أنه يقدر يخلص كل الخدمات بتاعتهم الحكومة من الكامعات الزراعية وتام ما يكنت كامعات الزراعية نحن عندنا ما يكننا أكتر من 3-3 نمعين زراعية بالفعل ووفرنا لهم وحدات نقاط الدفع اللي هي البي او اس ووفرنا لهم كمان عدد من التابلت أو الكمبيوترات اللوحية اللي من خلالها يقدروا يعملوا تحديث للبيانات بشكل مستمر وشكل سريع الحاجة الثانية نحن عندنا دلات مجموعة خدمات بتقدمها للوزارة هذه الخدمات نحن بنخطط أن نحن نحاولها إلى شكل رقمي طبعاً نحن بنقوم بحص الخدمات وإعداد الورك فلو أو الخطوات العامة لخطوات قديسة الخدمة وبنبدأ نعمل تصميم جديد لشكل جديد للخدمات لمنزومة الخدمات وطبعاً فيه تنسيق مع وزارة الإقصالات ونحن يعني يعتبر عندنا أكتر من 100 خدمة الحقيقة ولكن فيه تنسيق مستمر مع وزارة الإقصالات بحيث نحن يتم التحويل هذه الخدمات من خدمات الورقية إلى خدمات إلكترونية هذا ليس معناه أننا نعمل الخدمات الورقية ولكن معناه أنه يبقى فيه خطوط بديلة لكي تسهيل حياة المواطن من خلاله يقدر يخش بسهولة جداً من علام بايلو يقدر يخلص كل الخدمات لو محتاجة من بزارة الزراعة كمان نحن نستهدف طبعاً لأن يكون في أبليكيشن يساعد الفلاح في تصوير المنظومة الزرعالة دي يجيله تنبيهات بحالة الضغط يجيله تنبيهات بالظروف الجوية يجيله تنبيهات بالمعاملات المفروضة يعملها على الأرض بتاعته يوم بيوم ولحظة لحظة عشان يكون متابع بشكل مستمر لما يتم الأشياءاته دي كلها يبدأ دي في الطرف تصوير منظومة الأشياء الزراعة طيب السؤال الأبرز يا دكتور يعني كيف يمكن للفلاح استخدام هذه الخدمة وأيضاً التعامل مع هذه الميكانة لا هو بسهولة جداً احنا أولاً الفلاح إذا ما كانش هو معه مبايل زاكي أو سمارتفول أو مش عنده كمبيوتر حد من أولاده هيكون عنده على فكرة هذه الميكانة التقنيات طب لو ما فيش حد من هو ولا حد من أولاده هيكون كمعية الزراعية متوفرة فيها الميكانة اللازمة اللي تخليه يقدر ينفذ هذه الخدمات من خلالها طب لو ما كانش الجامعة الزراعية يقدر ينفذ من خلالها يقدر يروح للإدارة الزراعية مش لازم ينجل حد الوزارة علشان يحصل على الخدمة يقدر يروح للإدارة يقدر يروح المدرية ومن خلالها يقدر يحصل على هذه الخدمة طيب لو ما كانش كل الكلام ده موجود وما كانش هيقدر يحصل على الخدمة مشافلة الخدمة تبدل مستمرة بأضعها القائم كبديل كمال للفلاح فقصة حصول الفلاح على هذه الخدمة لا متاحة طب الحاجة التانية بالنسبة للخطوات الارشادية الخطوات الارشادية دي موجودة هكون موجودة على الموبيلات موجودة على السوشيال ميديا موجودة على سؤال التواصل الاجتماعي موجودة على كافة الصفحات وإحنا بدأنا نطبق بعض الحاملات الخاصة في هذا الأمر عملنا حاملة إلجع صحة اللي من خلالها قدرنا أن نصل إلى عدد من المزرعين عشان لهم التوصيات والأشهدات والأمور اللي يجب اتباعها لتطوير المنظومة الزراعية كل ده إحنا حاجات بنقوم بيها مع بعضها وإضافها لأن إحنا كمان بدأنا ندخل فاكرة بالزكاء الستماعي من خلالها نقدر نشوف إزاي نصل إلى الفلاح بشكل أسرع ونصل إلى الفلاح بشكل يحقق تطوير لأداء التطوير في المنظومة الزراعية دكتور يعني هل هذه الخدمة هتكون متاحة لجميع المحافظات أم على مراحل؟ لا أول طبعا الخدمات هتكون متاحة على مراحل الاتاحة بتاعتها مش هيكون عنظم المحافظات وإنما هتكون على اتاحت الخدمات وإنما مش على اتاحت المحافظات يعني إحنا هتقول الخدمة لجميع المحافظات وإحنا إذنfalls نشتغل لقلال منظومة كرة الفلاح إلا إحنا بنطور المحافظات على مراحل إن شاء الله إحنا بنستهدف أن إحنا مع بداية 2021 نكون كافة المحافظات وصل لديها كرة الفلاح ويكون جميع الجمعيات الزراعية تم ميكانتها فدي من الخطوات اللي احنا شغالين عليها وده اللي احنا بنهدف اليه لكن الخدمات مش هتم اطلاق المدخدمة مرة واحدة اطلاق حزم من الخدمات الحزم الاستيحنا عندنا استمنع الخدمات الى اربع حزم رئيسية خدمات عليها طلب كتير وفي نفس الوقت بيكون الخطوات بتاعتها فيها نوع من انواع البساطة في عملية التحويل من شكل الورقة الى شكل الالكتروني وده هيتكون اول حزمة يتم اطلاقها بعد كنا عندنا حزمة تانية حزمة الخدمات يعني كثيرة الطلب واللي عليها يعني سهولة او صعوبة من عملية التحويل من شكل الورقة الى شكل الالكتروني الخدمة التالتة او المرحلة التالتة هي خدمة الخدمات كثيرة الطلب او قليلة الطلب واللي سهلة بالتحول الالكتروني الحاجة الرابعة الخدمات قليلة الطلب وصعب التحويل من شكل الورقة هيكون ده شكل إطلاق الخدمات عندنا وإن شاء الله بإذن الله خلال فترة القليلة القادمة نبدأ نطلق مجموعة حسن موارة بعضها بإذن الله إن شاء الله يا دكتور طيب بكتور محمد أخيراً يعني إحنا شايفين اهتمام من جانب الوزارة بدعم صغار المزارعين وتنمية المناطق الريفية أيضاً ما الذي تم من جانب الوزارة في هذا الملف ده الحياة في جهود كبيرة تمت من جانب الوزارة نتكلم على مشروعه مثلاً مثلاً مشروع أبراهيم لكن هدفه تحسين دخول صغار المزارعين بهدف عن طريق تحسين قدراتهم التسوقية بهدف تطوير حياة الفلاح وتطوير البيئة الريفية وطبعاً هذا المشروع أدى لوجود من جاحت بها خلال فترة الأخيرة ما يكفي أن يكون منظمة الإفاد لها صندوق الدولة للتنمية الزراعية وده أحد من نظامات الأمم المتحدة ويعرض قصة النجاح من مصر كنموذج ناجح لمشروعات الأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتم عرض النموذج واحدة النموذج منهم في جلسة على مستوى رفيع المستوى أو مجلس محافظي الإفاد بتمثير رفيع المستوى من المحافظين والسادة والزراعة في المنطقة وتم عرض أحد النمازج الحياة في هذه التقربة فده شيء في غاية الأهمية كمال لما تيجي سيدة وتعرض تقربتها في خلال يوم الغذاء العالمي ويكون نموذج ناجح عشان العالم يقتد فيه في تطوير منظومة الغذاء فده برضو الحياة مثال يدعو إلى الفخر الحياة ولي نمازج بقت موجودة عندنا على أرض الواقع ده نشوف دلوقتي أنه نحن مش بنعتمد على الإنتاج النباتي فقط كأنه هو مصدر من مصادر الداخل في القرية ده فإنما نحن بنحاول نجد أنشطة مكملة للإنتاج النباتي زي أنه نعمل تعباء وتخليف نبدأ نعمل أنشطة تصنيع زراعي وأن كانت بسيطة نعمل أنشطة لتطوير الإنتاجية أنشطة دي تصنيع بسيط نعمل عصائر نعمل دبس رمان نعمل دبس بلح نعمل وما إلى ذلك من أنشطة ممكن تكون أنشطة مساعدة كمان نحن بنعمل مجموعة من الأسواق اللي من خلالها نساعد المزارعين زي أن نعمل شوادر نعمل منافذ نعمل عدد من الأسواق المحلية كمان نحن الآن بندخل منظمة التقنبلشة كمان من خلال عملية تحسين قدرات المزارعين تسوقات خلال أن نعملهم مواقع الإلكترونية للتصوير منتجاتهم دي يساعد بشكل أكبر في تطوير الأداء داخل مزارعين الزراعة وتطوير الأداء بالنسبة للمناطق الرفاية أسقلنا على حضرتك يا دكتور بشكر حضرتك جدا بشكرك شكرا جزيلا بشكرك دكتور محمد الكرش المعاونة زير الزراعة والمتحدث بإسم الوزارع بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخل طبعا بمناسبة الاحتفال بدكرى المولد النبوي سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر تويتر كل عام والأمة المصرية والعربية والإسلامية بخير بمناسبة حلول ذكرى مولد نبينا الأمين الذي تمثل ذكراه العطرة النموذج الأمثل في العطاء الإنساني الخالد والمثل الأعلى في النقاء والاستقامة والالتزام والتضحية والفداء سلام الله على من حمل الرسالة وأدى الأمانة وأدعو الله في هذا اليوم المبارك أن يلهمنا قوة الإرادة والصبر وسلامة المقصد وأن يمدنا بمزيد من الخير والأمان والاستقرار لوطننا الغالي مصر كل عام وأنتم بخير دي كانت رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر موقع تواصل اجتماعي فيسبوك كمان السيدة انتصار السيسي أكدت أنه بنحتفل اليوم بدكرى مولد خير الخلق النبي الكريم وهي مناسبة جليلة للتأمل والسكينة نستلهم فيها القيم السامية العظيمة التي أرساها النبي فأصبح ما قدموا للبشرية حضارة إنسانية مكتملة الأركان كل عام وأنتم بخير نيافة الحبر الجليل الأنباء رمية الأسكو في العام رئيس المركض الثقافي القبطي الأرثوزوكسي بيقول خالص التهاني القلبية لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وكل القيادات الدينية والتنفيذية والحكومية والشعبية وجميع رجالات الدولة وجميع الشعوب العربية والإسلامية في كل العالم وكل الشعب المصري بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي كل سنة وكل الشعب المصري بخير وبسلام نروح مع حضراتكم لتقرير معانا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين إهداء العصى البيضاء وشنط المدارس وحلول مولد النبوي الشريف للأطفال دوي الإعاقة البصرية وكذلك استخراج الأوراق التابوتية والخدمية لهم بالمجان على مدار الإسبوع خلينا نروح نشوف تفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي ونرجع نكمل مع حضراتكم مصر الأمال ده مش مجرد شعار لكن حقيقة وباختصار مش بس حاسس بالحياة فيها وليها تصابقت كل قطاعات وزارة الداخلية نحو مشاركة ذو الإعاقة البصرية الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصى البيضاء تلك العصى التي تمثل رمزا لقدرة المكفوفين على تحقيق حياة مستقلة وتمثل عيونهم التي يبصرون بها لذا أهدى قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية مجموعة من العصى البيضاء إلى وفد من دول إعاقة البصرية استقبلهم القطاع للاحتفال معهم بهذا اليوم مع التأكيد على ما تقدمه وزارة الداخلية من تيسيرات لهم في كافة المواقع الشراطية الخدمية جير مسبوق لأي وزارة أخرى أن تقوم بهذا الجهد من إصدار دليل خدمات من إصدار بطاقات الرقم القومة جوازات السفر والأوراق السبوتية والحقيقة لبت كل مطالبنا فمن مقام هذا لابد أن أعطي كل الذي حقه حقه وزارة الداخلية بتبزل كل الجهد في أنها بترعى زو الأحيانات الخاصة وخاصة المكفوفين طبعا فليهم كل الشكر وتحت مضلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية انطلقت وفود من ضباط الشرطة بمختلف مدريات الأمن للاحتفال مع ذو الإعاقة البصرية باليوم العالمي للمكفوفين والعصى البيضاء حيث قامت تلك الوفود بزيارة مدارس المكفوفين وأهدوهم هدايا تذكارية بهذه المناسبة إيمانا من وزارة الداخلية بأهمية تقديم الدعم والمساندة لهم أنا الإنسان أنا الإنسان أنا موقوف في هذه الاحتفالية استلمنا العصايا البيضاء وبعض الأشياء الأخرى لكي تكون معاوناً لنا في حياتنا أحب وأنا أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي من المكفوفين التي يبذلها من أجل المكفوفين طبعا الهدايا دي يعني شيء يسعد أي طالب مننا أحب أشكر سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه دينا من بداية مشواره وقد لاقت تلك الزيارات إشادة كبيرة من مسؤول المدارس والمكفوفين لاهتمام ودعم وزارة الداخلية لهم وما تقدمه من تيسيرات في كافة المواقع الشراطية ليحصلوا على خدماتهم في سهولة ويسر واحتفالا بهذه المناسبة أيضاً أعتاحت وزارة الداخلية استخراج الأوراق الثبوتية والخدمية كمصدرات الأحوال المدنية وجوازات الصفر لذول إعاقة البصرية مجاناً على مستوى الجمهورية وعلى مدار إسبوع وتؤكد وزارة الداخلية من خلال مشاركاتها في تلك المناسبات على دورها الاجتماعي والإنساني في دعم كافة فئات المجتمع المصري أم الإنسان أم الإنسان أنا موضوع مرحب بحضرتكم مرة تانية مشاهدينا وزارة المالية تزف خبراً صاراً يتم تنفيذه خلال يومين حيث أكد الدكتور محمد معيت وزير المالية أن الوزارة ستتلقى طلبات المصريين الراغبين في الاستفادة من مبادرة السداد النقدي الفوري لكل مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصدرات قبل نهاية ديسمبر المقبل وده يكون بخصم تعجيل سداد 15% بدلاً من سدادها على عدة أقصى لتفاصيل أكتر احنا معينا عبر الهاتب أستاذ رجب محروس المتحدث باسمه مصلحة الدرائب العامة بوزارة المالية صباح الخير يا أستاذ رجب صباح النور يا فندم أهلاً بحضرتك معينا أهلاً بك يا فندم يعني بداية اتفاض بدايةً خليني أسأل حضرتك عن فكرة عن هذه المبادرة وقالية تنفيذها وأيضاً كيف ستتم أولاً نصبع للجميع وبنقول بس عشان معرف ما هو دعم الصدرات بنقول هي عبارة عن مسامدة من الدولة احنا فقدنا الاتصال هنحاول نعود الاتصال بأستاذ رجب مرة أخرى ولكن خلينا نروح مع حضرتكم دلوقتي لجراءة مقالة مصر الحلوة بجريدة المصر اليوم لنيافة الحبر الجليل لأنبا رمية الأسكو في العام رئيس المركز الثقافي الكبتي الأرثوذكسي بعنوان سبيل النجاة خليني أرى محضرتكم تفاصيل هذه المقالة قدمت المقالة السابقة جرس انذار إلى العالم كله من أجل توخي الحذر في كل ما يقدم الآن من أجل خدمة الإنسان ورقيه خشية أن يضحى وسيلة تفقد الإنسان أدمياته وبشرياته التي خلقه الله عليها وإننا اليوم أكثر من أي وقت مضى في أمس الحاجة إلى التمسك بالله سبيل النجاة الوحيد واستقى بقدرته في تدبير جميع الأمور لخير البشر وإلى اقتناء الحكمة التي تميز بين الشر وشبه الشر والخير وسط جميع الإطرابات التي نشهدها في العالم يقدم لنا الكتاب في سفر الرؤية التي رآها التلميذ يحنى رسول عما تحملوا الأيام الأخيرة من سمات هي في طياتها تحذيرات إلى العالم وفي الوقت نفسه إعلانات بشأن حماية الله لعبيده الأمناء الملتجئين إليه بكل كلبهم لذلك فالتمسك بالله في جميع الأوقات والمواقف هو السبيل ينال الإنسان السلام الذي يحتاجه في خدم اترابات هذا العالم إذ يطمئن الكتاب سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا لا تضطرب كلوبكم ولا ترهب وفي القرآن للسلام قيمة عظيمة إذ هو اسم من أسماء الله الملك القدوس السلام فما أسعى ذلك الإنسان الذي يجد سلاما في الله وقت المحن والتجارب والضيقات ودائما ما أذكر قصة ذلك رسام الذي عبر عن معنى السلام رسم عصفورا صغيرا يرقض في هدوء وسلام بإحدى فتحات الصخور في حين الأمواج من حوله تتلاطم في صخب وعنف هكذا كل من وضع التكاله في الله يعيش في هدوء وسلام واطقا بمن وضع رجاءه فيه أما من ينكرون وجود الله وعمل وجميع ما هو روحي فما هم إلا مختلق تبرير يقدمونه لأنفسهم كي يقدموا على فعل ما يرغبون تحت مظلة من مساميات رنانة تحمل في ظاهرها معاني الإنسانية وباطنها يبعد كل البعد عنها يذكر في بعض علماء النفس عن نظرية تبرير الإنسان لذاتي إن بينما يؤدي الإنسان أفعالا ما يبررها لذاته كي يستمر فيها إلا أن افتقاد الله للبشر لا يتوقف أبدا حتى نهاية العالم فالأمر لا يحتاج إلا صدقا مع النفس وخطوة نحو الطريق الصحيح ويضح بالاتكال على الله لا التواكل سعي الإنسان لاقتناء الحكمة في مسيرة الحياة فالحكمة فضيلة سعي لها كثير من البشر وتحدث عنها الفلاسفة عبر العصور إذ هي من أهم أصص الحياة ودرع أمان وحماية للإنسان في طريقي وقد ذكر عن الحكيم إنها خير من اللقالق وكل الجواهر لا تساويها ويذكر القرآن ومن يؤتي الحكمة فقد أتي خيرا كثيرا أما مصدر الحكمة الحقيقي فهو الله وأهبها للإنسان إذ يقول الكتاب لأن الرب يعطي حكمة من فم المعرفة والفهم وفي القرآن يؤتي الحكمة من يشاء ولكن على الإنسان أن يدرك أي حكمة يبحث عن اقتنائها في الكتاب يذكر إنه توجد حكمة أرضية أرضية نفسانية شيطانية لأنه حيث الغيرة والتحذب فهناك التشويش وكل أمر الردي وأخرى سماوية وأما الحكمة التي من فوقها فهي أولا طاهرة ثم مسالمة مترفقة مدعنة مملوئة رحمة وأصمارا صالحة عديمة الريب والرياء وفي القرآن سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون الحكمة الأرضية تقترب إلى الدهاء أي الذكاء الشرير الذي نتائجه تبهر الإنسان وتغري أن يقدم الشر لغيره على أنه الخير وأفضل ما يمكن أن تكون عليه الأمور لكنها لا تؤتي إلا إلى الضرر في النهاية إن التمسك بالله والثقة به مع الحكمة هذه الثلاثة هي سبيل النجال وفي مصر الحلوة الحديث لا ينتهي بإمضاء نيافة الحبر الجليل الأنبا إرمية الأسكف العام رئيس المركض الثقافي القبطي الأرثوذكسي من مقالة نيافة الحبر الجليل الأنبا إرمية رجعنا مع أستاذ راجب محروس المتحدث باسم وصلحة الدرائب العامة بوزارة المالية بصبح لحضرتك مرة تانية وكل سنة وحضرتك طايب طيب أفهم ذي مشاكل جدا بنقول زي ما حضرتك قدمت في الأول بنقول بنعرف ما هو دعم الصدرات بنقول إنه عبارة عن مسند من الدولة للسادة المصدرين لكي يقوموا أو يستطيعوا المنافسة في الخارج فبالتالي عندما يقوم أي صانع أو تاجر بالتصدير إلى الخارج أي دولة من الدول الخارجية يحصل على دعم صدرات من الدولة بنسبة محددة من قيمة الصدرات وذلك لتحزين سعر المنافسة داخل السوق الخارج وكذلك لتخفيض العجز التجاري بمعامل زيادة الصدرات عن الواردات حتى يتم توفير عمل الصعب كان لبعض الصنوع أو المصدرين الذين يقوموا بالتصدير الخارج موضوع لدى لدى وزارة التجارة والتعاون الدولي هذه النزلة تم الاتفاق مع وزارة المالية من ثلاثة أيام مع معالي الدكتور وزير المالية بأنه كان النظام المتابع هو التقصيد لما هذيك قلت في المقدمة تقصيد هذه المبالغ بثلاث مراحل تاتين في المية ثم أربعين في المية ثم تستين في المية لكن رائعة من الدولة في توفير السيولة النقدية للسادة الصنوع أو السادة المصدرين تم الاتفاق معهم أنه حالة التقدم إلى وزارة المالية أو منصطح الضريب بطلب للحصول في أسرع وقت ستبدأ المبادرة خلال يومين بالحصول على جميع المستحقتين وذلك بعد خصم نسبة 15% من قيمة المبالغ ستبدأ حضرتك في السادة ما هو العائد العائد الذي سيعود على هؤلاء السادة المصدرين أو هؤلاء المستحقين هو توفير السيولة النقدية في أسرع وقت وذلك ستساهم هذه السيولة في عادة دورة أجلة الإنتاج داخل المنشأة أو داخل المصنع أو داخل هلأ توفير هتقول لي هتوصله هتوصله بدل مكان يلجأ إلى الاقتراض من البنوك لتوفير السيولة النقدية ستقوم الدولة بإعطاءه المبالغ المستحقة على دفع واحدة وبالتالي سيتم سيستفيد من تحفيض التكلفة التي تتصل في فوائد القروض المستحقة على القروض لتوفير الأموال بالتالي أيضا يستطيع أنه هو يقوم بالشراء أو بالشراء سواء كان مصدر أو بيقوم بشراء مستخدمات الإنتاج إذا كان مصنع ثم يعاد التصدير وبالتالي تزاد القيمة التصديرية لها وبالتالي بيقل عجز الميزان التجاري اللي هو بتزيد الصادرات عن الوردات وهذا مؤشر بيزيد من التصنيف الابتماني لمصر أو بيزيد من التصنيف بالنسبة لموارد الخزانة العامة للدولة عندما تقل الوردات عن الصادرات إحنا أستاذ رجب المفروض المبادرة دي هتتنفذ خلال كاميوم هو خلال كاميوم هو بدأ بالفعل هناك لجنة مشكلة هناك لجنة مشكلة من السيد معالم وزير المالية بفريق من قبل مصدر ثم السيد النائب أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية والسادة المركزية بوحدات الحكومة وجزء من صندوق دعم الصادرات بدأنا نتلق احنا كنا شكراين من 7-2019 هذا الموضوع وتم رب مبالغ مستحقة بس على دفعات لحوالي من 200 شركة بدأنا نتلق هذا التلق على النظام الجديد اعتبارا من أول أمس بعد أن أزاع ذلك سيدة دكتور وزير المالية في اجتناع اتحاد المستثمرين بشكر حضرتك جدا أن أستاذ رجب بشكرك أستاذ رجب محروس المتحدث باسم وزارة باسم مصلحة الدرائب العامة بوزارة المالية بشكرك شكرا جديلا على هذه المده مشاهدينا خلينا نروح لفاصل ونرجع مع فقرتنا الصحفية اللي هنحل فيه أبرز المنشتات مع ضفنا أستاذ أحمد خليفة الكاتب الصحفي خليكم معين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر